موسيقى مرحبا بكم على صفحة ترسانة يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة دوت نت موسيقى باكستان تهدف إلى أن تصبح الثالث قوة نووية في العالم هذا الادعاء هو فحو المقال الذي نشره متخصصا ياباني في صحيفة أمريكية مشهورة وهذا ما جاء في تحليله نشر الباحث الياباني في مجال الدفاع والأمن كايل ميزوكامي الذي يكتب عادة لمجلد foreign policy وthe daily best وdiplomat مقالا في جريدة the national interest بعنوان برنامج الأسلحة النووية الباكستاني مرعب حقا يعتبر السيد ميزوكامي مرجعية في آسيا أسس مدونة في اليابان مكرسة للدفاع والأمن يعتمد في تحليله هنا على دراسات من مؤسسات معروفة مثل معهد كارينجي ومركز ستيمسون للأبحاث ويعتقد المحلل أن تعقيد الوضع ينبع من حقيقة أن باكستان تقع جغرافيا بين الصين والهند وأفغانستان وإيران وهي منطقة ذات مخاوف أمنية متنوعة وبحسب الكاتب فإن باكستان هي واحدة من تسع دول معروفة بامتلاكها أسلحة النووية وتعمل باستمرار على تطوير ترسانتها وعقيدتها النووية للتعامل مع التهديدات المحتملة لقد كانت باكستان قوة نووية منذ عقود وتحاول الآن بناء ثالوثها النووي مما يجعل ترسانتها النووية مرنة وقادرة على الضرب في رد انتقامي مدمر يسلط الكاتب الضوء على القدرات النووية البرية والجوية والبحرية لباكستان ويلفت الانتباه إلى صواريخها الباليسية متعددة الاستخدامات حتف أو شاهين فضلا عن الطائرات المهاجمة المعدلة للقصف النووي ناهيك عن قاذفات لصواريخ الكروز البحرية من طراز بابور سنين وبابور سلافة على متن السفن والغواصات ويمكنها حمل رؤوسا نووية يعود البرنامج النووي الباكستاني إلى بدايات المنافسة مع الهند في الخمسينات من القرن الماضي وفي عام 1965 قال الرئيس الباكستاني جل فقار علي بوتو إذا صنعت الهند القنبلة فسوف نأكل العشب أو أوراق الشجر سنتحمل الجوع لكن سيكون لدينا قنبلة اختبرت الهند أول قنبلة أطلق عليها اسم البوذة المبتسم في مايو 1974 ووضعت المنطقة على طريق الانتشار النووي لذلك بدأت باكستان عملية تجميع الوقود للأسلحة النووية واليورانيوم المخصب والبروتونيوم عبدالقادر خان علم باكستاني عمل في الغرب وعاد إلى بلاده عام 1995 كان مفيدا بشكل خاص في هذا البرنامج لقد عمل على خطط أجهزة الطرد المركزي لبدء عمريات التخصيب وكانت لديه قامة اتصال كبيرة لا نعرف متى انتهت باكستان بالفعل من تصنيع أول قنبلة نووية ادعت الرئيس السابق ابناظير بوتو ابنة ذور فقار بوتو إن والدها أخبرها إن القنبلة الأولى كانت جاهزة في عام 1977 وقال عضوا في هيئة الطاقة الزرية الباكستانية إن القنبلة صممت في عام 1978 وإنه قد تم اختبارها على البارد أي بدون انفجار حقيقي في عام 1983 ادعت بناظير بوتو فيما بعد إن القنابل النووية الباكستانية كانت مخزنة حتى عام 1998 وعندما اختبرت نيو ديلهي قنابلها الستة النووية في خدون ثلاثة أيام فبعد ثلاثة أسابيع تقريبا اختبرت إسلام أباد خمسة قنابل في يوم واحد والسادسة بعد ثلاثة أيام يمكن أن تكون القنبلة الأولى التي قدرت ما بين 25 و30 كيلو طن قنبلة يورانيوم مخصص تقدر القنبلة الثانية بحوالي 12 كيلو طن والثالثة بعدة مئات من الأطنان أي إنها أنتجت قوة أقل من كيلو طن واحد يبدو إن القنبلة السادسة والأخيرة التي تبلغ قوتها 12 كيلو طن قد تم اختبارها في سياق مختلف زعم الأمريكيون إنه سلاح نووي من البلوتونيوم بما إن باكستان كانت تعمل على قنبلة يورانيوم وكانت أبحاث شبكة عبد القادر خان على القنابل لليورانيوم خلص بعض المراقبين الخارجيين إلى إن الاختبار السادس كان في الواقع اختبارا لكوريا الشمالية لأنه في ذلك الوقت لم تكن بيونج يونج تريد أن تأخذ الواجهة وتعلن نفسها قوة نووية يعتقد الخبراء إن المخزونات النووية الباكستانية تتزايد بالطراض في عام 1998 قدر المخزون من 5 إلى 25 قنبلة اعتمادا على كمية اليورانيوم المخصب اللازمة لكل قنبلة تشير التقديرات إلى إن إسلام أباد تمتلك اليوم ترسانة من 110 إلى 130 رأسا نوويا في عام 2015 قدرت طاقاتها الانتياجية بـ 20 قنبلة في السنة مما يعني إن باكستان يمكن أن تصبح بسرعة ثالث قوة نووية في العالم من الناحية الكمية تخضع الأسلحة النووية لإسلام أباد لسيطرة قسم التخطيط العسكري الستراتيجي ويتم تخزينها بشكل أساسي في مقاطعة البنجاب عشرة ألاف جندي باكستاني وعملاء مخابرات يحرثون هذه الأسلحة يتم تزويدهم فقط برمز وشيفرة التفعيل في اللحظة الأخيرة مما يمنع استخدامها في حالة السرقة أو التمرد لا شك إن العقيدة النووية الباكستانية تهدف إلى ردع الهند جارتها الأقوى ديمغرافيا وكميا تفاقمت الأزمة النووية بسبب العداء التاريخي بين البلدين والحروب المتعددة التي خاضتها على عكس الهند والصين ليس لدى باكستان مبدأ عدم الاستخدام أولا للأسلحة النووية وتحتفظ بالحق في استخدامها وخاصة الأسلحة النووية التكتيكية ذات الطاقة التدميرية المنخفضة للتعويض عن تفوق الهند العددي على القوات التقليدية تمتلك إسلام إباد حاليا ثالثة نوويا يتكون من أنظمة أطلاق برية وجوية وبحرية كانت القوات الجوية الباكستانية تعدل في عام 1995 طائرات مقاتلة من طراز F-16 فلكون وربما طائرات الميراج القديمة والتي تم شراء بعضها مستعملة من لبنان لتحويلها إلى قاذفة نووية تكتيكية يمكن استخدامها ضد إهداف عسكرية ذات قيمة استراتيجية عالية مثل حاملات طائرات أو فرقة مدرعات معادية تعتمد أنظمة الإطلاق النووية السطحية الباكستانية أساسا على الصواريخ تشمل أنظمة غوري للصواريخ المتنقلة صاروخ حتف ثلاثة الذي يعمل بالوقود الصلبي بمدى 180 كم وصاروخ حتف أربعة ببمد 466 كم وصاروخ حتف خمسة الذي يبلغ مدى 1250 كم يعتقد أن من المراجح اعتبارا من عام 2014 أن يكون صاروخ الحتف ستة الذي يبلغ مدى 2000 كم دخل في الخدمة كما تقوم باكستان بتطوير صاروخ شاهين ثلاثة المتوسط المدى القادر على مهاجمة أهداف تصل إلى 1700 كم من أجل ضرب جزر خليج البنغال المكون البحري للردو النووي الباكستاني يرتكز على صواريخ كروزمن نوع بابورا يبدو أن صاروخ بابورا 2 مثل معظم صواريخ الجوالة الحديثة مجهز بمجموعة من أربعة أجنحة خلفية صغيرة واجناحين رئيسيين قصيرين وتعمل بواسطة محرك النفاث يبلغ أقصى مدى لصاروخ بابورا 700 كم وعدلا من استخدام التوجيه بنظام تحديد المواقع العالمي الجيغيسة الذي يمكن إيقاف تشغيله من قبل حكومة الولايات المتحدة يستخدم بابورا 2 تقنية الملاحة المقارنة التي يصعب التشويش عليها تم اختبار بابورا 3 الجديد في شهر يناير كانون الثاني من الواضح أن باكستان تطور قدرة نووية قوية لا تمكنها فقط من ردع الغزو ولكن أيضا شن حرب حقيقية إذا تم الحفاظ على الوتيرة التي يتصورها الخبراء للإنتاج فإن أرض الطاهرين وهو معنى اسم باكستان يمكن أن تصبح ثالث قوة ذرية في العالم خلال حوالي 10 سنوات إذا عجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبأرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين